بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة فليصمت الأدعياء وليتحدث التاريخ أدعياء أهلاً بكم أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في الحلقة 912 لقاء الخميس مع حضراتكم النهاردة المهندس عادلي بادئ يحدث على الأدعياء إيه بقى؟ ما احنا اتفقنا وأرجو أن احنا نكون ابتدينا كما عادنا الناس أن احنا كل من يدعي على التاريخ وعلى نادي الأهلي بتدليس أو كذب للاي الحقيقة ومعظمهم يعلم أين الحقيقة ولكنه هي محاولة عسى أن الجيل الجديد ما شوفهاش فقررنا أن نحتكم إلى التاريخ يا أستاذ إبراهيم وانت وعدتني عندما نحتكم إلى التاريخ هنسيب الناس لحكم عشان كده بقول لكم 912 حلقة مهمة في تاريخ ملك وكتابة ملك وكتابة في خلال كل الحلقات منذ ظهوره كان باستمرار حقق الدفاع القوي والدرع الأمين على النادي الأهلي خاضر مال البرنامج حروبا كثيرا دفاعا عن الحق والقيمة والمكانة لنادي الأهلي فاكرين أنتوا حضراتكم تفاصيل كتيرة منذ ظهور البرنامج الحقيقة زاد التدليس وزادت محاولات الغش وزادت محاولات النيل من الأهلي فكان ملك وكتابة في تغيير طريقة اللعبة الجديدة بتاعته تعالوا نهاجم الأفكار مع كل الاحترام للأفراد احنا من البداية كان الاسلوجان السابت بتاعنا احنا بيهمنا المكتوب مش الكاتب نناقش ما قيل وليس من قال هتلاقوا في حلقة واحدة في حد ممكن نشيد به في موضع وننتقده في موضع آخر الآن مع هذا الاتساع الكبير للمحاولات النيل من النادي الأهلي ومحاولات الزج بأفكار جديدة تنمو مع الوقت حتى تصبح أو يعتقد البعض أنها باتت حقيقة من الأمانة ومن المهمة على ملك وكتابة كما عهد تموه أن تكون رسالة الأمينة مهاجمة الأفكار مهاجمة الأفكار التي من شأنها أو من محاولات أصحابها النيل من النادي الأهلي أو تقديم صورة ذهنية سلبية عن النادي أو محاولة تصدير صورة غير وقعية أو غير حقيقية خاصة في المحيط العرب والمحيط الخارجي وكله دفاعا عن القيمة والمكانة هدف كلمة واحدة أي عشان تبقى واضحة جدا وأنا بأكد على كل كلمة أولتها سنهاجم الأفكار المضللة المدلسة أيوة ترجمة نانسي قنقر